مثلاً أن الإجرام انتشر بشكل رهيب في مدينة الدار البيضان ما الذي نفعله؟ نصور حادثة إجرامية حقيقية الآن لن أتكلم عن قضية تلفيق الحوادث واصطناعها حتى لا يتهمنا أحد بالغوص في نظرية المؤامرة وهذا أمر معلوم لكن تنزلاً نقول تصور حادثة إجرامية وحيدة يعني منفردة ومنعازلة ما الذي يقع؟ يتم الترويج لها والتسويق لها عبر عشرات بالمئات القنوات الإعلامية إما القنوات التلفزية أو الجرائد الورقية أو عبر الجرائد الإلكترونية التي ما أكثرها أو عبر قنوات اليوتيوب فيظن الشاب الذي يدخل مواقع التواصل الاجتماعي ويشاهد القنوات التابعة لبلده فيجدها في أخبار الظاهرة ثم يجدها في القناة الإلكترونية الفلانية ثم يجدها في القناة الإلكترونية الفلانية ثم يجد الشباب ينشرونها بدافع الفضول ومحاولة جلب أكبر عدم الإعجابات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي فيظن الشاب هي واقعة وحيدة فيظن الشاب أن الدار البيضاء مثلا التي أخذناها كمثال تغص بهؤلاء المجرمين وبهذه الحوادث فيربى عنده نوع معين من الخوف فيما يتعلق بعلاقة الناس فتقطع الأواصر بين الناس على الاعتبار لو خارجنا سوف يتم انتهاك حرماتنا وقد نغتصب وقد نفعل وقد تسرق أموالنا لغاية ذلك فإذا قطعت الأواصر بين الناس يعني يصير همهم الوحيدة والاستهلاك والدخول داخل البلد فنريد أن نصنع من مدينة الدار البيضاء عاصمة للإجراء يكفينا حادث وحيد وترويج عبر القنوات الإعلامية صارت مدينة الدار البيضاء عاصمة للإجراء نريد أن نصور مثلا أن المدينة الفلانية إنما هي رمز للأمن والأمان لماذا؟ لأن نريد أن نروج مثلا سياحة داخلية معينة فتجد مثلا في أخبار مثلا الثامنة والنصف مساء المنتجع السياحي في المنطقة الفلانية ثم نصور الناس يأتي رجل مع أسرته الحمد لله نحن نأتي إلى هذا المكان وهو مكان طيب كذا 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 ثم تروج نفس الصورة لنفس المنطقة عبر قنوات مواقع التواصل الاجتماعي ثم اليوتيوب ثم كذا فتجد وجهة الناس كلهم في أول إجازة مدرسية تحولت إلى ذلك المكان فيعلم من هذين المثالين أن الإعلام هو الذي يصنع الرأي العام